غطى الجدل كأس العالمي لعام اربعة وثلاثين لسيما تلاعب البلد المضيف بالحكام وهذا كان واضحا في نصف النهائي بين ايطاليا مع بوتزو والنمسا مع مايزل هوغو مايزل مدربنا اعلمنا بواسطة شبكة مخبريه ان موسوليني بنفسه دع الحكم السويدي لادارة المباراة وقال توخوا الحذر وفعلنا ذلك تلاعب بنا الحكم كثيرا اتذكر لحظة منها حين سجلوا هدفا دفعوا حارس مرمان مسافة ثلاثة امتار الى المرمة وقد اعتبره الحكم هدفا هذا الحادث انهى الصداقة بين بوتزو ومايزل اشتركوا في القناة